بعد نحو خمس سنوات على موجة النزوح اختلف الطرق العودة فبعض النازحين عادوا بإرادتهم بعدما سائموا حياة المخيمات وبعضهم مازال ممنوعا من العودة إلى دياره التي استوطنتها الميليشيات والبعض الآخر أجبر على العودة بالقوة ومن بين الأنقاض تدب الحياة مجددا لكنها حياة بدائية بكل معانيها في قرية عزيز بلد التابعة لمحافظة صلاح الدين يقول بعض الأهالي العائدين مؤخرا إن منطقتهم كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات التي منعتهم من العودة وسيطرت على منازلهم وبساتينهم لسنوات لكن فرحة السماح لهم بالعودة لم تلبث أن تتحول إلى صدمة بعد أن وجدوا محل بمنازلهم من دمار وتحول أغلبها إلى ركام بل حتى أعمدة الكهرباء في الشوارع وأسلاكها سورقت وباعتها الميليشيات كما باعت تجهيزات المنازل وموادها الأولية حالها حال البساتين التي تحولت إلى صحراء بعد موت أشجارها عطشا معاناة بكل ما للكلمة من معنى حيث تفتقل الكثير من المناطق لمقومات الحياة يستعملون الحطب نارا للطبخ وينقلون المياه من مسافات بعيدة يقول الأهالي إن أي مسؤول لم يصلهم ولم يسمعوا سوى الوعود مؤكدين أن ما يبقيهم هنا هو حرصهم على عدم التفريط بديارهم وخشية من أن تصبح ملكا لغيرهم بين ليلة وطحاها لا يختلف حال قرية عزيز بلد عن بلدات أخرى في نينوان وديالا والأنبار والتأميم والحكومة تتجاهل كل ذلك ففي الموصل مثلا عندما تدخل إلى المدينة القديمة لا ترى فيها سوار كام وغربان تنهش الجثث التي ما زالت تحت الأنقاض عودة النازحين بهذه الطريقة هي مأساة جديدة صناعتها الحكومة لا تقل عن مأساة النزوح فأغلب العائلات عالت الهجرة والبطالة لخمس سنوات ولا تملك ما يسد رمقها فضلا عن أن ترمم منازلها المهدمة أو تعلم أطفالها في مدارس متهالكة أو مدمرة هي الأخرى أما وعود إعادة الإعمار فلا تعد كونها تصريحات مستهلكة فالحكومة حكمت على المناطق المستعدة بأن تبقى مدمرة تعاني شظف العيش ويتملك اليأس والحرمان عائلاتها المنسية